السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معنا اليوم نص جديد من الوحدة الخامسة بعنوان أين اختفت السلحفات إذن نقرأ النص قراءة جيدة لم تجد إكرام السلحفات في الحديقة فسألت أمها أين السلحفات يا ماما؟ لا شك أنها اختفت لتثبت كيف ذلك يا ماما؟ عندما يشد البرد في فصل الشتاء تنام بعض الحيوانات نوما طويلا عدة شهور يسمى السبات ألا تجوع هذه الحيوانات؟ تعتمد هذه الحيوانات على ما خزنته في فصل الصيف من ذهون في جسمها ولا تستيقظ إلا عندما ذعود الدفء إلى الطبيعة في فصل الربيع وما الحيوانات التي تثبت؟ من بين الحيوانات التي تثبت الدب والسلحفات والضفدع والقنفذ والخفاش والسنجاب والحلزون إذن أعيد قراءة النص لم تجد إكرام السلحفات في الحديقة فسألت أمها أين السلحفات يا ماما؟ لا شك أنها اختفت لتثبت كيف ذلك يا ماما؟ عندما يشد البرد في فصل الشتاء تنام بعض الحيوانات نوما طويلا عدة شهور يسمى السبات ألا تجوع هذه الحيوانات؟ تعتمد هذه الحيوانات على ما خزنته في فصل الصيف من ذهون في جسمها ولا تستيقض إلا عندما يعود الدفء إلى الطبيعة في فصل الربيع وما الحيوانات التي تثبت؟ من بين الحيوانات التي تثبت الدب والسلحفات والضفدع والقنفذ والخفاش والسنجاب والحلزون إذن هذا نص حواري بين الأم وإكرام إذن نقرأ النص قراءة جيدة ونعود لننجز التمارين المرفقة بهذا النص ترجمة نانسي قنقر